ماذا عن قسمة كثيرات الحدود وهي ما تسمى بالقسمة المطولة نقوم في البداية بكتابة المقصومة عليه هكذا 2x-3 وهنا القاسم تحت 6x تكعيب-13x تربيع زائد 12x-9 نقوم بقسمة الحد ذو الأس الأكبر تحت على الحد ذو الأس الأكبر في المقصومة عليه فنقسم في البداية الأعداد 6 على 2 فيها 3x تكعيب على x فيها x تربيع نطرح الأسس عند القسمة ونجمع عند الضرب ثم نقوم بضرب 3x تربيع في المقصومة عليه 3 في 2 6x تكعيب نقص 3 في 3 9x تربيع ثم نغير الإشارات ونجمع طبعا يذهب هذا مع هذا سالب 13x تربيع نموجة 9 يعطي سالب 4x تربيع ثم تنزل باقي الحدود كما هي نقسم أيضا أكبر أس في الحد ذو أكبر أس في القاسم على الحد ذو أكبر أس في المقصوم عليه سالب 4 على 2 سالب 2 x تربيع على x فيها x ثم نضرب 2 في 2 أربعة سالب x تربيع سالب سالب موجة 2 في 3 3 6x ثم نغير الإشارات فنحذف هذا مع هذا 0 12 ناقص 6 موجة 6x ناقص 9 تنزل كما هي الآن نقسم 6x على 2x 6 على 2 فيها 3 3 و x على x فيها الواحد إذن 3 في 2x 6x و 3 في 3 سالب 9 نغير الإشارات فتعطي أصفارا إذن خارج قسمة هذا المقدار هو 3x تربيع ناقص 2x زائد 3 وإذا هذه القسمة انتهت انتهت عند الأصفار وإذا لن تكون منتهية بأن بقي مثلا عدد 1 5 6 فيكون خارج القسمة هو الموجود فوق زائد هذا العدد المتبقي على المقسوم عليه